بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في درس جديد من دروس دورة احتراف تصميم وتطوير مواقع الانترنت دورة شاملة معاكم رامي الجنزوري من موقع جيتوب ميكس اكاديمي اه افضل اي حاجة انا عايز اعتذر على التأخير في تنزيل الدروس بجد في انشاءال جامد جدا اليام دي وزي ما انتم عارفين ان بصراحة بنحاول نقدم الفيديوهات في اعلى جودة ممكنة فده بنمنتج ونعمل جهد رهيب جدا عشان يوصل الفيديو زي ما انتم شايفين وسامعين الصوت والحاجات دي كلها فكل ده بياخد وقت مع كمان التجهيزات مع كل ده فابنعتذر لكن ان شاء الله يعني بوعدكم ان احنا نحاول نصرع على قد من اقتر فالنهاردة خلينا كده اخش على طول في الموضوع بتاع درس النهاردة هنتكلم عن النصوص والكائن object او string object طبعا كلمة object مش غريبة لان انا كلمت قبل كده من درسين فاتو عن الكائنات وازاي نقدر ننشئ كائن وازاي نقدر ان احنا طبعا عرفنا ان الكائن ده ممكن يحتوي على خصائص او معنى تاني ما يسمى الميثود ممكن يحتوي على دوال على functions على متغيرات على مصرفات كمان كل ده احنا مفروض فاهمين وعارفينه كواس جدا في الjavascript فيه object حاجة اسمها object built in او يعني javascript جواها object جاهز من ضمنها string الobject ده متخصص في انه يتحكم في النصوص ممكن مثلا نحول بمتغير رقمي الى متغير نصي ممكن نعمل عملية بحص في جملة معينة عن كلمة معينة نعمل replace نغير جملة او نغير كلمة بكلمة اخرى نحدد مثلا حرف معين او كلمة معينة في الجملة موقعها ايه حاجات كده لذيذة جدا لكن مهمة اوي 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 واذا تعلمتها ممكن طبعا يعني ده برضو بيفتح لك افاقك في اللغات الاخرى طيب انا اسف من المقدمة بس عشان تبقى فاهم ايه هو فايدة l string object يعني انا قدر اقول خلينا اوريكو المثال اللي احنا نشتغل عليه زي ما انتو شايفينه عبارة عن text area وزرار test التكست area انا بيديها ال default ال value بتاعتها ال default اللي هو النص ده وفيه ال on click طبعا ده اللي هو في ال button بتاعة test هنحط فيه ده اللي هنعمل ده اللي ونحطها فيه وفيه عندنا ال def اللي هو واخد ال id بتاع result اللي هيظهر فيه النتائج طبعا برضو التكست area واخدها id اسم text طبعا طبعا الناس بقى انا اتكلمت المرة اللي فاتت في الحاجات دي كتير جدا فالناس مفروض انها خلاص فهمت انا بتكلم في ايه مبدئيا خليني انشئ بس دل كده سريع function هسميها test وخليني اقول ازاي اقدر احاول متغير الى object string وازاي اقدر ادخل في ال object ده النص وازاي اقدر ان انا اعدل عليه واغير عليه اول حاجة خليني اعمل متغير باسم مثلا my string my string متغير عادي خالص لكن انا هدخل في object اللي هو اللي string بالطريقة دي new وبعد كده كلمة string طبعا زي ما انت شايفين string وبتبقى عاملة زي ما يكون مصفوفة function الاسف دلة يعني ونقدر ان احنا نحط جواها هنا النص اللي احنا عايزينه طيب خليني مع اول مثال اعرفك ازاي ان احنا نقدر نحول المتغير الرقمي الى نصي وبعد كده هنعمل بقى المثال هنستخدم ال text area وال test دي في الامثال اللي جاية بس خليني اول اعمل ده وهستخدم ال alert كعرض نتيجة لو هنقول ان احنا عندنا متغير باسم باسم مثلا num النم ده يحمل رقم 77 تمام ده متغير ايه ده متغير رقمي الدليل على كده ايه الدليل على كده ان انا لو عملت مثلا alert خليني بس دي مؤقتا هعمل لها disabled كتعليق ان انا لو جيت هنا وقلت طيب off يعني اعرض لي النوع بتاع المتغير num حلو قوي مش عارف ده اتغيرت ازاي اصلا الحمد لله على حال ده كده خليني ااخد test واحطها في الحدث on click في الزراج اهو جميل جميل يبقى هعمل refresh ومجرد ما اضغط test المفروض الدلة دي بتتنفذ يقول لك number يعني نوع المتغير number ده احنا كده كده عارفنا تمام طيب احول السبعة وسبعين دي ازاي لنص ان انا هستخدم ال object بتاع string وهحط جواه الرقم ايه اللي بيحصل دلوقتي بالتفاصيل بالزبط اللي بيحصل ان object string خد المحتوى اللي هو الرقم 77 اللي هو بيتمثل فيه المتغير num وبعد كده كل ده اتحط فين في المتغير my string اذا اصبحت my string دلوقتي عبارة عن object string يحمل الرقم 77 فمعنى كده ان my string اخدت كل خصائص او الميثود بتاع ال object string كله بالدوال بالمتغيرات بكل حاجة اصبحت دلوقتي في my string جميل جدا فلو دلوقتي قلت للمتغير num بقى انا هغيرك بان my string dot وبعد كده to string تمام طيب تعالوا نشوف بقى دلوقتي ايه اللي هيحصل بعد عملية التحويل هعمل save وهعمل هنا refresh test string اه النوع اصبح نصي طيب تعالوا الدليل على كلامي ان انا لو حزفت السطرين دول وعملت refresh و test يقولك number طيب رجع السطرين اللي تحزفوا دول و refresh يقولك string اذا يبقى رقم المتغير number دلوقتي مازال يحمل 77 لكن في هيئة نص بدليل ان انا لو شلت type of دلوقتي هتتعرض لي رقم 77 عادي خالص اهو فعلا 77 لكن مش رقم بمعنى ان انا لو جيت قلت نم زائد نم زائد مثلا عشرة لو هو متغير رقمي المفروض اللي يحصل المفروض يبقى 17 لكن نبص النتيجة هتلاقي بص اهو 77 سبعة واحد زيرو اه ليه لان جمعت يعتبر متغاء نص زائد رقم فده مجهالي كده لكن لو شلت ده كده اصبحت رقم زائد رقم فتصبح النتيجة كام 87 انا قلت 17 انا اسف لان حسبت غلط 87 يعني اضاف عشرة على السبعة وسبعين اظن كده انا مش عايز اطول قوي لان كده انا اثبت ان انا حولت الرقم لنوع نصي تمام؟ على القالب اللي قدامكو ده هيكون المثال هنحط المحتوى هنا وبعد كده هنبتدي نلعب عليه بـ functions او الدوال اللي جوه الـ object بتاع string جميل جدا طيب خلينا بقى نطبق باقي الامثلة اللي جاية بـ نحن هناخد القيمة اللي موجودة هنا ونحطها هنا في string فهعمل var او متغير باسم text وبالـ object document dot get element باي اي دي يعني هقوله هاتلي الفاليو dot value كمان يعني هقوله هاتلي الفاليو المدخلة في العنصر اللي هو اسمه الـ id text او بمعنى تاني الـ text area قصود text area مش هاشرح طبعا من الور جديد لان انا عملت مفروض تطبيق اللي فات انت فاهم انا بعمل ايه فاصبح دلوقتي اللي بيدخل هنا يعني الـ value بيتحط في المتغير text فكأننا اخدنا كل النص اللي هيكون هنا وحطناه فين حطناه في الـ object string وبعد كده كل الـ string بما يحتوي حطناه في my string تمام؟ تمام جداً طيب هعمل متغير كمان هسميه result يعني النتيجة بتساوي my string my string بس كل ده انا عازو يظهر لي فين؟ عازو يظهر لي في الـ div عازو يظهر لي في الـ div ده اللي هو الـ id بتاعه result حد فاكر الدرس اللي فات كنا بنعمله ازاي؟ من خلال document .getElementById وبعد كده بحط اسم الـ id اسم الـ id بتاع الـ div اللي انا هعمل فيه النتيجة اسمه result وبعد كده من خلال تعديل الخاصية بتاعة innerHTML يعني تعديل المحتوى المحتوى بتاع الـ div هتساوهولي بايه؟ هتساوهولي بالـ result او الناتج اللي هيحصل نتيجة الفانكشنز او اللي هيحصل من الـ object يعني طيب على الحال ده كده طبعا نشيل الـ alert دي ملاش لازمة خلاص على الحال ده كده تعالوا نعمل رفريش ونشوف النتيجة لو دوس test اه فعلا اخد المحتوى يعني الـ object كده من غير اي حاجة بيعرض لك المحتوى بالضبط زي ما مكتوب هنا حتى لو ضفت اي حاجة وعملت اهو طب هتقولي ليه لما بتعمل رفريش بيرجع عن النص ده هقولك لان انا وكدفولت في الـ html مبين الـ text area تمام فعشان كده كلنا المعمل رفريش هيرجع نفس النص بس لو عايز اضيف عليه الضفعة دي جميل جدا test تمام اقدر بقى اعدل من ده ازاي واقدر اعمل ايه ركز معايا زي ما انا بقول دايما انه في حتى ناس بتعلق على جملة دي قهوتك وشايك واقعد كده بقى لان الدرس هيبتدي بص يا سيدي احنا نقدر ان احنا نغير حالة الاحرف ده من ضمن ال functions الموجودة لان انا يعني هي شوية دوالة انا هشرحها وهتكون بسيطة ان شاء الله زي ايه حالة الاحرف يعني هنا مثلا كل النص عبارة عن capital طب انا عايز احوله انا اسف capital و small يعني كل اول حرف من كلمة capital capital لان انا عايز احول كله ل small بكل بساطة ال object اللي هو دخل في المتغير my string يعني اعتبر ال object اللي هو my string ده اما تيجي تعمل dot في المثال الاول قلنا to string لكن هنا هناخد دلة تانية اسمها to lower case lower case يعني حول لي كل ما يحتويه ال object من نصوص to lower case يعني لحروف صغيرة او small لما ليجي نعمل test هنلاقي ان كله اهو my name is ما فيش ولا حرف capital كله small بسيطة بسيطة قلنا بسيطة و سهلة صح طيب عايز احول كله ليه capital فيش مشاكل to upper case upper case يعني كل يكون capital test اهو my name is rameen عظيمة سهلة جدا سهلة قوي قوي ومش فيش اي حاجة يبقى اذا انت بس مجرد انك تفهم the functions بتعمل ايه هتقدر ان انت تتحكم في كل حاجة من ضمن الحاجات برضو ان احنا نقدر نجيب عدد الحروف في النص يعني لو تفتكروا في المصفوفة مثل الراج كان في حاجة اسمها length يعني الحدود المصفوفة ايه دي برضو نقدر نستخدمها مع ال object بس هنا هتجيب لك عدد الحروف بالضبط test 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 44 ليه لان خلي بالك space او المسافة بتحسب حرف تمام بتحسب عليها يعني دي مش معناه ومش بيجيب لك عدد الحروف المكتوبة بس my بس لا ده my وال space واي حاجة وحتى لو انا جدت جدت عملت مسافة 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 هتجي test هتلاقي قالك 53 لاني زودت مسافات دي تعتبر كل دي كل مسافة حرف متفقين ده حتى في جميع اللغات في اي حاجة كل حاجة لها قيمة في البرمجة طيب ده حاجة الحاجة التانية ايه اللي نقدر نعمله تاني اللي نقدر نعمله ان احنا نكتب رقم ونشوف الرقم ده هيعادل ايه هنا هيعادل انهي حرف يعني مثلا اللي قدامك ده طبعا النصوص دي مبدئيا بتبع عاملة زي اشبه بالمصفوفة شوية يعني يعني حرف الام ده يعتبر هنا الموقع بتاعه صفر والواي الموقع بتاعه واحد والمسافة موقعها اتنين وهكذا تمام يعني مبتديش بواحد وباتنين وبتلاتة لا بتبتدي بالصفر فانا مثلا لو قلت انا عايز موقع الحرف اللي هو مثلا في رقم واحد فهروح جايب لك عارض لك الواي طب ازاي نعمل حاجة زي كده نعمل حاجة زي كده من خلال فانكشن اسمها مش عارف النطق صحيح ولا ايه شار او حاجة زي كده شارات وبعد كده هنا بتكتب رقم بالموقع اللي انت عايزه فاذا كتبنا مثلا واحد ريفرش وتست هيقولك واي طيب اكتب لي صفر ريفرش تست ام اللي هي اول حاجة ام دي وهكذا طب بيعمل لي اخر حاجة عشرة اه جاب لك مسافة ممكن يكون مسافة بقى مش متذكر ايه بالزبط يعني حتى كمان المسافات بتتعرض مفيش اي مشاكل تمام تمام جدا طيب حاجة تانية فيه ممكن كمان تجيب الكود الكود بتاع الحرف يعني ايه الكلام ده في السيستم عموما فيه سيستم كده انا ممكن اكلمك عنه وبعدين ان شاء الله لكل حرف هنا رقم او تركيبة رقمية يعني مثلا الام ده ممكن يكون انا مش فاكر رقم ايه بس ممكن يجيبه هنا ده جوه جوه النظام جوه النظام انت لما بتيجي تدوس مثلا على الكيبورد حرف الاس او حرف الام او الجي ده بيدخل جوه مش بيدخل كحرف جي لا ده بيدخل كرقم معين حتى الحروف العربية كل حرف عربي لرقم معين طب ازاي نقدر نعرض الارقام دي من خلال شهر كود ات وبعد كده مثلا عايزين نشوف حرف الام ده اللي هو بميعادل صفر هيظهر لنا رقمه سيف وتعال نشوف تست يقولك اه حرف الام معناه 77 طب حرف الواي اللي هو بميعادل طبعا واحد 121 وهكذا اذا انت بتكتب هنا رقم موقع الحرف وهو بيقدر يجيب لك الكود بتاعه على طول تمام ممكن ده يكون حاجة متطورة نستخدمها في المستقبل ان شاء الله طيب حاجة تانية احنا جبنا دلوقتي الحروف على حسب موقعها لكن احنا كمان نقدر نجيب الجمل على حسب برضو الموقع او مش الجمل الكلمات على حسب الموقع طب ازاي يعني ايه تقصد ايه يعني طبق لي على طول هقولك فيه function اسمها slice وليها اتنين برامتر او عاملين العامل الاول start يعني انت عايز الجملة تتعرض منين وتنتهي فين فلو مثلا قلنا خلي بالك اااااااا ارقم ام ممممممممممعم تلاتة من تلاتة الى مثلا هعملها عشوائي كده لحد مثلا ستة ايه اللي هيتعرض لي save وتست refresh وتست يتعرض ان اي ام وستة على كده انا مش فاهم طب ليه هقولك في صف ودي واحد والسبيس اتنين والتلاتة التلاتة يبقى بدأ لك من حرف الان اربعة خمسة ستة طيب المفروض تقول لي ما هي من الستة ال اي ما تعرضتش ليه هقولك هو بيعرض ما بين الرقم تلاتة يعني بدأ من الرقم تلاتة لكن الرقم ستة ده ما بيعرضهوش يعني كأنه بيقف عند مثلا رقم خمسة او حاجة زي كده لكن لو خلينا من تلاتة لسبعة وعملنا ريفريش هتلاقيه عرض لك نيم كاملة من الجملة كلها طيب ايه الدليل على كلامي ده دليل على كلامي ده ان انا مثلا لو عملت بدل نيم دي خليت اسم رامي مثلا وجيت قلت له تست هتلاقيه زهر لك رامي المهم ان هو مش مشكلة ايه هو المهم ان هو بيعرض لك الجزئية دي بالزبط اهي نيم بيعرض لك الجزئية دي بالزبط من الموقع التالت لحد السابع المهم ان انت تبقى فاهم ان انت تعرض من الى تمام مش عايز اطول اكتر من كده عشان ما تمليش مني الحاجة التال مش فاكل بقى ترتبها كام ان احنا نقدر زي سلايز دي كده بس نجيب موقع كلمة في الجملة يعني زي سيرش معنى اصحة يعني انا مثلا عايز اقول اه دورلي على موقع رامي في الجملة مثلا تمام الكلمة بقى مش الحرف هتبقى كام هو بيبتدي من من الموقع كام فهنا بيكون في حاجة اه دل او فانكشن اسمها اند اه اندكس اف وبعد كده هنا جوه بتكتب الجملة او الكلمة مثلا رامي وخلي بالك حالة الاحرف مهمة جدا يعني انا بدور على رامي هنا اللي هي اولها كابتل وبقتها سمول بالزبط فعال حالتك كده لو عملنا سيف هيقولك رامي بيبتدي من الموقع 11 فعلا لو جينا عدينا الحروف هتلاقي ان الحروف دي الار دي موقعها 11 في الجملة كمان اوي اه في متغير تاني او عامل تاني العامل ده بيقولك الستارت اندكس يعني يبتدي يدور منين اه كمان يعني هو في الديفولت بيبتدي من الاول خالص من الصفر لكن انت كمان ممكن تقوله لا والله ابتديلي مثلا من العشرة او طبعا عشرة دي يعني هو 11 خليني من بعض رامي اقوله مثلا يبتديلي من ال 12 فالنتيجة انه هو لما يجي هيبص هيلاقي رامي التانية اهو تست يقولك رامي الاخيرة دي ايه اللي هي 39 طب بتديلي بقى من 39 او من 40 هيقولك لا ما فيش رامي تاني فهيديك سالب واحد سالب واحد معناها ان الجملة او الكلمة مش موجودة ودي طبعا هتفيدك في عمليات البحث يعني انت لو بتدور على كلمة معينة وسالب واحد معناها ان هي مش موجودة في الجملة لكن لو ادتك اي رقم تاني غير سالب واحد اذا هي موجودة وتقدر تعمل اللي انت عايز تعمله بقى انت كنت اتأجد من وجودها مش عارف اتكلم ما علينا طيب ده يبقى index of ولو على الحال ده كده بتبتدي من الصفر default جميل جدا حاجة تانية كمان مشابه بالindex of في عندك حاجة اسمها last last index of وتروح حاطط الكلمة الفرق ايه بقى في دي و دي الفرق ان هو بيبتديلك من الاخر يعني بيبتدي البحث مش من هنا مش من الصفر كده لا 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 بيبتدي البحث من النهاية فاول ما بيلقط مثلا رامي في النهاية بيروح واقف يقولك اه موقع رامي 39 من الاخر في امتني وبيتجهل طبعا رامي الاولانية دي طيب ايه تاني الدوال اللي عندنا اللي احنا نقدر نستفيد بيها يعني ده اللي كده تعتبر نفس زي الindex والكلام ده اللي هي ده اللي تسيرش بس ده اللي تسيرش دي بتقبل حاجة اسمها regular expressions او المعايير القياسية دي ان شاء الله الدرس القادم هنتكلم فيها بالزبط يعني ايه الكلام ده بس هي بتعمل نفس برضو index of تقريبا اهو رامي ده اولي عرامي تس ديقولك رقمها 11 المعايير القياسية دي درس مهم اوي اوي يا جماعة لان بيديك دقة في البحث وفي التعديق وفي ال replace والحاجات دي كلها طيب في حاجة دالة كمان اسمها sub sub string عاملة زي السلايس تقريبا بان انت بتعمل برضو نقطة طبعا فيه sub string او subster بتبقى نفس التأثير تقريبا بتعمل نقطة البداية والنهاية يعني البداية مثلا من الصفر والنهاية من العشرة فالنتيجة هتكون my name is من الصفر الى حد تقريبا الترتيب لحد رقم او الموقع عشرة في الحروف فضلنا دلتين كمان ويبقى احنا كده انهينا كل الدوال المهمة جدا جوه string object في حاجة اسمها replace replace اظن يعني ممكن الناس تستشفها هي تعديل او تغيير تبديل ان انت تبدل مثلا اسم او تبدل اي حاجة انت عايزها من الى في الجملة يعني ايه مثلا انا عايز ابدل في الجملة دي اسم رامي لاسم هنا فبحط هنا الاسم العامل الاول الاسم اللي انا عايز اغيره والعامل التاني بالاسم الجديد هنا البرامتر الاول اللي انا عايز اغيره اللي هو already موجود وانا عايز اغيره والتاني ده بالاسم الجديد بس خلينا نشوف هاني ايه اللي هيحصل لو هعمل تست هلاقي my name is هنا بس انناحز حاجة my friend his name is رامي اه يعني ايه يعني لما جيه غيرلك غيرلك اول حاجة قابلها في الطريق ووقف على كده مغيرش كلها طب هتقول لي طب بفرد انا عايز اغير في الجملة كلها اي رامي او اي حاجة ايه الحل هقولك ده بقى ان شاء الله نتكلم فيه في regular expressions بس عموما ده انت ممكن تعمل replace في الحاجات البسيطة في سطر في حاجات كده يعني لكن ما نصحكش ان انت تستخدمها في مقالة كبيرة كاملة تمام؟ طيب حاجة اخيرة هي تحويل النص النص ده كله يتحاول الى مصفوفة الري اه ده ايه ده بقى يعني طب دي ايه فايدتها فايدتها ان انت ممكن تلف بس تدور في الري كده بفور او باي حاجة دوران في الحرف حرف وتجمع ده زائد ده وتشوف ده يعني بتديك بالحرية الكاملة زي ما انت عايز بحطة البحث والتدقيق والحاجات دي كلها طب بتكون من خلال ايه من خلال بكتفي المكان الغلط ده اللي اسمها split split وما عليك الا انك بس بت ايه لو انت عايز تحاولها المصفوفة بتروح عامل بس العلامتين التنصيص كده فاضية ما فيهش اي حاجة طيب ايه الدليل على الكلام ان هي اصبحت مصفوفة الدليل تشوف اللي يحصل هتلاقي مقسمها لك م واي ان اي ام ي شوف كل حرف واخد ايتم حتى كمان المسافات طيب اديني دليل تاني دليل تاني ان انت لو استدعيت مثلا الريزالت دي الريزالت دي هستدعيها كمصفوفة يعني مثلا هقوله الديني الايتمز اللي هو مثلا رقم واحد رقم واحد ده اللي هو الواي في الحالة دي تست هيقولك واي طيب اديني مثلا رقم تلاتة ريفرش تست يقولك ان اللي هو نيم وهكذا اذا كمان طيب اديني ريزالت صف زائد ريزالت تاني اللي هو مثلا الايتم الايتم التاني اللي هو واحد اللي هو المفروض كده يديك كلمة ماي تيجي تعمل تست يقولك ماي فعلا ليه لان ده نص وده نص وده نص ودامكم مع بعض ك بس الحرف الاول والحرف التاني وهكذا فانت ليك الحرية كده ان شاء الله خلاص انا كده خلصت معاكم الدرس بتاع string object اتمنى طبعا الناس الزكية اللي عايزة تتعلم تكون محضرة او قلم وكانت ماشي معايا دلة دلة وبسرعة كده لتكتب نبزة عن كل دلة بتعمل ايه وتخليها مرجع لها لانها هتحتاجها كتير جدا في مشاريع يعني في مشاريع بتعتمد ساعاته على النصوص حد بيدخل مثلا حاجة وانت عايز تتعمل تدقيق اللي مدخله ده صح ولا غلط رقم ولا حاجة انت عايز تبتدي برقم تبتدي بحرف هي حروف عربية ولا انجليزية الحاجات دي كلها انت عندك دلوقتي الادوات والتولز تعمل اللي انت عايزه بس regular expressions هتسهلك في حاجات كتير اذا ركست فيها وعرفتها فده ان شاء الله هيكون في الدرس اللي قادم لحد كده انتهى درس النهاردة اشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم وشكرا على المشاهدة